يبقى أهم حاجة الرجولة لا تعرف الصراع ايه ده؟ نحن فهمين ان الرجولة ان انت تسرع وتأذي الناس قال له لا الرجولة ان تحمي النفس ان تقف رجلا امام نفسك الامارة بسوء اه هو دي رجولة حديث التاني بيعلمنا برضو حاجة تانية فيما سألت ادارة الغضب بيعلمنا ايه؟ ان القلية اللي ممكن نحمي انفسنا فيها من الانفعالات الزايدة ومن الغضب ومن الصرفات اللي فيها رعونا وغير مسؤولة فبيقول لنا غير حقيقتك يعني ده تكتيك تكتيك احد التكتيكات المهمة في ادارة الغضب اللي هو بتعمل ايه؟ ان وقت الانفعال طول الوقت اللي بينك وبين الانفعال اللي جاب لك الغضب وغير الحالة اللي انت فيها ليه؟ انا عندي اسباب كتيرة الحالة دي ممكن تكون حالة ايه اللي حصل؟ بدأت وسوسة الشيطان تشتغل تشتعل فلما بتغير حالتك بتبتعد عن مجلس الشيطان بتبتعد عن الحالة الشيطانية فلما بتغير حالتك او تروح تتوضى فانت ايه اللي حاصل؟ فانت غيرت الحالة التي فيها استجابة للشيطان يبقى وهو تكتيك معين غير حالك الذي انت عليه واستقبل وجه مولاك استقبل مدد مولاك بقى هادي تاني حاجة وعشان كده راح عشان تبان او يستقبل مدد مولاك روح توضى توضى ليه؟ عشان الوضوء يطفئ نار الشيطان الحالة التالتة بقى الحديث التالت بيقولك ايه؟ يبقى الحديث الاول جر رجلا ولا تنفذ غضبك كيف غير وضعك؟ الحديث التالت بقى بيعلمنا فيه معنى مهم جدا اللي هو الإيجابية والتعاون على البر والتقوى بحيث اني مش بس بترك الغضب وكون سلبي انما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيغضب لنفسه بس خلي بالك لازم الغضب دوة يكون ايه؟ يكون الغضب دوة موجود عشان تحافظ على ايه؟ على القيم ما ينفعش تنتهك القيم وما تغضبش ما ينفعش ان تشوف واحدة بيتحرش بها وتسيبها ما ينفعش ان انت تشوف حد بيظلم وما تغضبش لحرمات الله ما ينفعش ان انت تشوف كل ده ما ينفعش ان انت تشوف بلدك بالتعرض لخطر وما تغضبش لا 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 خالص لازم أنت تكون تغضب وإزاي بقى أدير هالغضب ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا شوية حاجات مهمة جدا 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 نعمل الكلام ده في خمس خطوات بقى عشان نقدر بقى ندير الغضب ده بقى أول حاجة نتعوز بالله من الشيطان الرجيم ففي الصحيحين عن سيدنا سليمان بن سرد بيقول إنه كان نجالس ونحن قلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما يسب صاحبه مغمل وهو غضبان وقد احتمرت وجنته احتمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون يا نهرب يا ده الرجل يشوف الغضب مرضيش يسمع اللي تقل عوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم حياة تانية تغيير الحال التي كنت علي وقت غضبك زي الحديث اللي أقرأه سيدنا الإمام أحمد عن الحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليتضجع الحياة الثالثة السكوت عن الكلام زي الحديث سيدنا عبد الله بن عباس عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسقط حضرة النبي كرر الكلام ده ثلاث مرات إذا غضب أحدكم فليسقط إذا غضب أحدكم فليسقط رابع حاجة يوم يتوضع عن عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في مسند الإمام أحمد إن الغضب من الشيطان أوه لسا أيديناه وإن الشيطان من النار وإنما تطفئ النار إنما تطفئ النار بالماء أو إنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضع خامس حاجة ذكر الله بقى التسبيح والتعليل والصراع على حضرة النبي وتلوة القرآن ألا بذكر الله تطمئنه القلوب وعلشان كده كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دايماً أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى يبقى مهما كان الأمر كمان لازم يكون البيت كله إيه اللي حاصل؟ يتصف بهذه الصفة اللي هي ترك الغضب لإني لو البيت فيه واحد على طول متنرفز ووضبان إيه اللي حاصل؟ الغضب بيعدي على فكرة الغضب بيعمل إيه؟ بيعدي ولذلك قال إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليه منرفق فيه كل شيء يبقى إحنا محتاجين أن نحن نعمل إيه؟ نهدي بعض ونتواصف فيما بيننا بترك الغضب لو مشينا بالنصائح المحمدية وبالأنوار العالية وبتلك النفحات الصمدانية اللي أرسلها الله سبحانه وتعالى على اللسان الخير البري وصلنا إلى الرحمة الإلهية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إزاي ما نوصلش لهذه الرحمة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذه النصائح العالية